السلام عليكم ومرحبا بكم في الاشن تاعنا لقلقة كوزيني جاتو اليوم لبنات عنا تكميلة تاع الفيديو السابق اللي قلتكم الجزء الاول تاع البوفي داني برسار الور هادا سيلا دوزين برسي تاع البوفي داني برسار هاداك وعنا فيه تشكيلة تاع مملحات لونك هنا بالنسبة للمملحات تاعنا كي ماركم تشوفو درت لكورني بدون عجينة مورقة لباركات ولميني شاوارما هنا يا لبنات بالنسبة للكورني تاعنا اولي باركات غادي ننحو دي غاك تومون لابات وقبل ما نبدو لفيديو تاعنا كي مالعادة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلقي خير الانام واللي راح تشوف القناة الاول مرة ما تنساش تدعمنا بابوني وتاكتيفي لكلوش باش هكدا يوصلها كل جديد يعني تشتركوا وتفعلوا الجارس باش يوصلكم اي فيديو نحطاه وكل جديد تاع القناة وما تنسوش تاني تديروا الجام ولمكسيموم دي بارتاج لبنات بارتاج والفيديو اللي يخليكم مع الاحباب والعائلة والاصدقاء باش هكدا تكبر القناة تاعنا ويعني تكبر عائلتنا وتعمل فائدة فوالا هنا يا عندي بالنسبة للمقادير نحتاج تلتميات غران تاع فارينا حطيت 200 غرام وزيت عليها 100 غرام هنا عندي ملعقة صغيرة تاع سكر مع ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز وعندي ملعقة صغيرة تاع ملح مع ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية دونك هنا يعني درت أربع ملعق صغار تاع خميرة وخبز وخميرة كيميائية وملح نخلط هنا هاد النواشف ملح نزيد عليهم ليدام ليدام عندي نصف كستي تاع زيت مخلط مع المارغارين دايبة يعني كيف 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 كيما زيت كيما المارغارين دايبة تعمروا نصف كستي نضيف ربطة صغيرة مع دنس و مقطع عادي و مقطع رقيق و مقطع خل أبيض ضفت لها الخل الأبيض يعتبر محسن للعجين و يعطيها قوام روعة هنا من بعد ما ضفت هذا الخل الأبيض و عجنتها شوية نبدأ نضيف لها في الماء لذلك زيت لها الماء كحتة جمعة معايا الماء ما عندهش بقدار محدد و هنا بديت نعجن فيها يعني برك بالكفتة على يد حتى نشوفو باللي يعني غير قسم المكونات ينساجموا في هذيك العجينة برك ما غديش نعجنوها يعني ندلكوها دليك و غادي نخليها ترتاح مدة من 10 إلى 15 دقيقة هنا لبنات ماشي تخمر برك ترتاح يعني غير ترتاح باش تعطينا الطوع و تتمشى معانا مين نديرو لها الوراق هنا حضرت المول التوعي دونك وجدت الكورني غلفتهم بالالومنيون بس كان عندي الكورني شوية يلسقوا تعال ما طيب فيهم بزاف ولو يلسقوا و عندي هذوك الباركات كي ما شفتوهم جايين بروفون شوية جايين غامقين ماشي كي ما الباركات العاديين هنا جبت لابات تاري غدي نبدأ نحل فيها بالوراق فوالا بعد محلتها كمبلتما غدي نوخر لها هذوك الزوائد هذوك اللي منا ومنا بالجرارة أنا استعملت هذو الجرارات على القريب وش اللي جي مشارشفة انتوما يعني كي ما تحبو تقدرو تستعملو السكين عادي تاني هو يخرج ملاح فوالا هن بديت نقطع شرائط طوال باش نلف عليهم الكورنيتاعنا و يعني نديروهم تقريبا يعني واحد سنتيمتر باش يجونا ملاح ما يجوش رقاق بزاف وهنا غدي نبدأ نغلف في الكورنيتاعي هكدا ونسيو باش نديرو هذوك الجوانب يعني عند وين تكمل وين تبدأ تصدق وين نكملو وين يكمل الشارط وين يبدأ الشارط للاخر باش هكدا ما يخرجناش الحشو من بعد كي نعمروها فوالا وتاني كي جود ديمولوها ما تتكسرش معاكم فوالا هنا البنات بعد ما غلفت الكورنيتاعي غدي ندخلهم يطيبوا على فرن يعني كنت مسخناتها مسبقا على درجة حرارة 180 واحد خمسة عشر دقيقة يكونوا طابوا ووجدوا معانا شتوهم كيفاش تحمروا هنا نروحوا للحشو تعلي باخكت كنت طيبتهم بنفس الطريقة تعلي كورنيبر كلا كما حكمتهم مش معرفت كيفاش في المونتاج عد تولهت لها الإسانسيال طابو كيف كيف هنا رحوا للحشو انتعلي باخكت لباخكت وماني غدي نحشيهم لبنات بهذا الحشو كنت طيبتهم بشوية ملح في الفلكحل وسكين جبير والزرق بدي بروفنس والشريحات على يمون طيبتهم ملح 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 واحد تقريبا نصف ساعة بعد فتتها في الغوبو زيت تعلي كيب كبير نتع جبن أبيض شاف وزيت تعلي ثلاث ملاعق كبار تع كريمة سائلة كريمة فخش هنا بعد ما لاموس تعنا وجدت لازم هنا الغوبو البنات يعني ضروري الغوبو هو اللي يخدم لكم لاموس غادية نعمرها في الابوشا دوي باش نحشي بيها هنا بديت نديمولي في الكورني التوعي ولباخكت ها هما بديت نديمولي فيهم وانا نحشي بيها هناك جبت اللاموس تعي تعد جاج وغادية نحشي في الابوشا دوك اما الكورني غادية نحشي بيها باللاموس تع الطون واللاموس تع الطون كنت خدمتها فى القناة غادية نخليكم الرابط نتاحها فى صندوق الوصف هي يعني سهلة من اسهل ما يكون فى خمس دقائق توجدوها سوف نجد المملحة رقم ثلاثة ميني شاورما خدمت هنا بخبز طورتيلا صنع جزائري روعة وما ما يستقامش ما يكلفكمش أصحاب المشاريع يتعافي متناول جميع شكرا فيها ساشا في ستة يدير عشرين ألف ويخدم لك 24 حبة تاع ميني شاورما يعني كل ورقة تقطعوا منها ميني شاورما نتخرج لك كمية ما شاء الله وثاني ماشي غالية هنا انا حمصتهم البنت غير من جهة واحدة قطعتهم بلان بورت بياس نمو 10 هذا كرقم عشرة انا عندي القدم يعني ديرين فيهم رقم 100 هنا نروحوا للحشو عندي تقريبا وحدة ربع شرائح كبار تاع صدر دي كرومي عندي مغرف كبيرة تاع زيت نص حبة تعليم بالنسبة للتوابل عندي مغرف صغيرة تاع فلفل كحل ملح مغرف صغيرة تاني تاع بابريكا مغرف صغيرة تاع سكن جبين مغرف صغيرة تاع كركم ومغرف صغيرة تاع كمون وبالنسبة للصحن التانين يدير فيه مغرف كبيرة تاع مغرف كبيرة معمرة مليح مغرف صغيرة لبنات معمرة مليح تاع موطاق ومغرف صغيرة معمرة مليح تاع مايونيز واني ضفتهم دروك على التوابل هنا عندي رشة تاع زيرب دو بروفنس اني درت لها يعني بش تشوفوها وهنا غادي نزيد هات سلصة الكباب يعني هي روعة روعة لبنات تاع إلا يعني بزاف بنينات تمد مدق شباب إلا ما كاتش عندكم عادي تقدرو تستغنو عليها انا يعني كإضافة نبغي هات سوالح يبنو ووالا هنا غادي نخلط ما تكتروش لبنات ليا وقت ناتور باسك يخرج لكم جيش تاعكم مغيني وحنا ما نج بغينا يكون مغيني انا بغينا هي يعني يجيش تاع شوارما تاع كباب دونك الليق يكون ناشف ووالا هدي هي اهنا يعني درته يتقلى قليته مليح ومن بعدها عاد قطعته حتى قليته عاد قطعته بشيبان باللي تاع كاباب هنا عندي صلصة تاع بورجر عندي دو فخوماج هادو تاع تاكوس واحد بالشيداغ واحد بالأيدام يعني فخوماج غوج عندي كمية تاع فريت كنت قليت يعني البطاطا من قبل عندي هادوك خبز تورتيلا بعد ما حمصته غير من قطي واحد لبنت بش كيجو تلفوه يتلف معاكم ما يتكسرش وغطوه تم تم بالفيلم وعندي هادوك الدجاج نتاعي اللي كنت قطعته هنا غدي نخدمه صلصة على السريع باش هي اللي نحشو بها هادوك الميني شوارما استعملت لدو فخوماج هادو تاع سو تاكوس باش تشوفوهم مليح بزاف ابنان كيما قولكم بالأيدام وبالشيداغ زيت عليهم صلصة البورجر وزيت عليهم الياوغت ناتيوغ تخرج صلصة من أروع ما يكون ضيف بنا بزاف هيلال هاد الميني شوارما التاعنا ما نحكي لكمش لبنات سجربوا هاد السلصة وردوا لي بالخبار هنا هنا بديت نستف هاد الفخيت التاعي وزيت عليهم من فوق هاد الدجاج ولا الاسكالوب اللي كنا قطعناه وهنا هيا زيت عليهم فخوماج وغلقت هنا هني غدي نخدم حبة واحد اخرى بس كيش تبلي لها كامكاتش تسجل دونك درت هاديك السلصة درت اللي زي سكالوبنتي وعي مقطعين وغادي ندير هاديك السلصة تاني من فوق وعادي نستف عليها لفخيت يعني نستفوهم مليح باش كي نجو نبلعو الورقان تاعنا تاع التورتيلا ما جيناش يعني كشغل مخبزة جيناك شغل يعني هاك عامر بزاف نان يلق تكون تكون مستفين يعني للفخيت والحمل الداخل وهنا من بعدها نغلق به هادوك المساسك الصغار ساشا يعني فيه ما شاء الله تقريبا خمسين مساك يدير يعني مليح وعلا مليح الاصحاب المشاريع هادو هادو قاع يعني يزيدو في المندار ويزيدو في السومة ويزيدو يعني الخدمة يبهوها كي ما نقولو احنا فوالا احنا قعدت نكمل في شوارما هادو التوعي وهنايا يعني كنت فريمان عجل راكم تعارفو كي تكون طالبية هاكدا فيها بزاف سوالح يلاقي يكون يعني الوقت يكون كل شي منضم وانا فريمان كنت منضمة كلش مع التصوير وهذا يعني كنت داير حسابي دونك كنتم بكر زيدون بلوس تاني نبغي انا لبنات الكلمة دونك نبغي سوالح قبل وقتهم يكونوا واجدين مش هكدا كي تجيزابونا ولا يعني تستالم طالبية تاحا يكون كلش واجد اهنا بالنسبة لي كوغنتي وعنا قلتكم غادي نحشيهم بسلسة الطن دونك هنا لا سوستع الطن سلسة لا موستع الطن لا موستع الطن لبنات كنت حدرتها معاكم في القناة درتها معاكم قاع في شهر رمضان غادي نخلي لكم الرابط انتع الفيديو تاحا في صندوق الوصف دونك روحو تفرجوه بالنسبة للاخوات اللي ما شافوش موستونا هنا هنا بعدما عمرت هذوك الكورني تاعي بلا موستع الطن بلاعتهم يعني الفوق بالشرائح تاع الزيتون و ديكوريتهم هذيك لفاصن كي ما شفتو بالكورنيشان هذوك الكوردان ديكوراتيف هنا البنات بصينية تاعنا بعدما كملت يعني مو ملاحات اللي مداش مني وقت بزاف البنات مخرجوه بزاف هاي لين روحة 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 بغاية ما ما عندي ما نقول يعني رهم وحدهم يشكروا رواحهم لاموستع الدجاج اللي بنات ننصحكم باش تجربوها من اروع من اروع من اروع وصفات موس الدجاج انا جربت وصفات بل بزاف تاع موس الدجاج جربت مام لي بالبيض ما مكاش مكاش يعني موس بنينة على هذي كما شفتوني حذرتها تقدروا تديدوا معها البنات ليه وخت ناتشوغ مغرفتين مغرفتين حتى لتنين ملاعق كبار تخرج لكم من اروع ما يكون البنات يعني فيها بنا خيالية بنتها بزاف شابة اللي ميني شاور ما كذلك اللي كورني تواعنا بلا مستعطان ما نحكي لكم ش تاني لاموستعطان رهي باينة دونك هذي يا حبيبتي بالنسبة لفيديو تاع نهار اليوم تمنى كانت خفيفة عليكم ما بغيتش يعني نكتر هنا تدر خليتها بارك للمملاحات وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غدي تشوفوا التكملة يعني الجزء الاخير تاع الطلبية واش كنت حضرت فيه هذي هي البنات بالنسبة لفيديو تاعنا لنهار اليوم نتمنى اعجبكم نتمنى يعني كان خفيفة عليكم وما منليتوش نتمنى كنتوا استفدتوا معايا وعجبوكم المملاحة هذو ما تنسوش دعم القناة باشتراك تفعيل الجرس لي باختاج البنات للقناة محتاجة لي باختاج لماكسيموم يعني بلا منوصيكم فضلا وليس امرا ونتلاقوا في فيديو اخرى ان شاء الله مع تكملات الطلبية كما كنت وعدكم ان شاء الله يا ربي هذي يا حبيبتي الى الملتقى ان شاء الله ومع السلامة